تستهدف الحكومة إحداث طفرة في قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم قبل الجامعي بصفة خاصة وذلك من خلال بناء وتصميم مناهج حديثة مطورة وفقاً للمعايير الدولية والعالمية وتستهدف الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم القضاء على الكثافات بالفصول وسد العجز في المعلمين ومواجهة ارتفاع النسب الغياب في المدارس وإعادة هيكلة التعليم الثانوية بخطة جديدة تستهدف الحكومة إحداث طفرة في قطاع التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي من خلال تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير جامع محاور منظومة التعليم وخاصة العنصر البشري التي تستهدف تحسين الاختيار والتأهيل وبناء وتصميم مناهج حديثة متطورة وفقاً للمعايير الدولية والعالمية وانطلاقاً من استراتيجية الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي أعلنت الحكومة عن وضع خطة لمواجهة تحديات المنظومة التعليمية تتمثل في القضاء على الكسفات بالفصول وسد العجز في المعلمين ومواجهة ارتفاع النسب الغياب في المدارس مع إعادة هيكلة التعليم الثانوي ومبكراً وقبل بداية العام الدراسي الجديد أعلنت الحكومة استمرارها في تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين سلاسين ألف معلم سنوياً فضلاً عن التعاقد مع خمسين ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبت الحصص للمواد والمعلمين وكشفت الحكومة أن خطة تطوير التعليم قبل الجامعية تستهدف الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من سلاسة وعشرين أسبوعاً إلى واحد وثلاسين أسبوعاً إضافة لزيادة الحصص بمقدار خمس دقائق وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة سلاسة وثلاسين بالماء وكشفت وزارة التعليم عن استخدام فكرة الفصل المتحرك المعمول بها في أغلب دول العالم من خلال تحريك فصل في المرحلة ليكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية وهو ما يساعد على تقليل الكسافات بالفصول الدراسية وفيما يخص المرحلة الثانوية كشفت وزارة التربية والتعليم عن خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد الفين أربعة وعشرين الفين خمسة وعشرين الذي سينطلق في الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل حيث تستهدف الحكومة إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفية لصفوف المرحلة الثانوية مع توزيعها بشكل متوازن بحيث لا تسبب عبءاً معرفياً على الطلاب فضلاً عن إعادة تصميم المناهج الدراسية المقررة والتي تستهدف اكتساب الطلاب للمهارات اللازمة لسوق العمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة